في موسم الانتقالات ده انا مثلا بصراحة مكتبش عليك يعني قلت مستني اشوف محمد صبحي بيخرج يحترف قلت مستني اشوف محمود جاد بيخرج يحترف وحشني فكرة ان اشوف حالس مرمى مصري بيخرج يحترف ليه دي تقفلت عندنا ضباء ومصر بص مش هيحصل موضوع صعب جدا مهما تعمل مستوى هنا في مصر انت عشان تخرج برا حالس المرمى دي برا مش سهلة مركز صعب جدا ومركز عايز تخرج يا اشوف كونت صغير في السن لا كدهم الصغير انا بكلم زي مثلا احمد نادر السانت بقى احمد نادر عنده 2 مو 3 صح عد savvy احمد نادر بقدت سنة تانية يعني طالع به هو صغير وطالع نادي درجة كام احمد نادر رايح نادي مش ممتاز راح نادي درجة تانية ولما رايح مع السكنت مراحش مع الفريل الاول اللي هو الى درجة تانية مع السكنت بيلعب معا اساسي وبدأ يتمرن دلوقتي مع الفريق الأول اللي هو الدرجة التانية فإحنا بنتكلم على فيه موصفات والولد صغار في السن فهيستفيد جدا جدا بالاحتراف ده خرج من بدري ومرحش الفرقة كبيرة بس يعني هيبدأ يجبف طبعا بس هو هستفيد هيستفيد طبعا بص التمرين مختلف التمرين مختلف تماما الرتم التمرين مختلف البص مختلف هو نفسه يعني عارفت إيه كدك يعني ما بتحاش شوفه كورة السرعة بتاعت الرتم التبرين الشوتينج الباص يعني هاولها بشكل واضح احنا عندنا على الهادي قوي احنا هاولك بشكل واضح عشان الناس كمان تبقى واخدى بقى احنا عندنا حراس مرمى كبار ومميازين وقدراتهم كبيرة طبعا بس على مستوى الدوري المصر بالزبط ما يتلاقوش أوروبا بص زي ما قلت لك في مواهب موجودة طبعا وش النوم بقدم مستوى بقاله فترة كبيرة بقدم مستوى جبار بدليل لما راح لاحب في كاس العالم طبعا لما لاحب في كاس العالم للأندية وكان ضد نوير بطل بايرن فاحنا عندنا مواهب عندنا وعندنا مواصفات عندنا بس الاسف احنا ما بنتلعش وحنا زارين عشان تتعود احنا عندنا دليل كبير قوي كابتن تاري عشان بس أوضح للناس ان عصام الحضري افضل حارس يمكن في تاريخ مصر بالانجازات والاركام راح سويسرة راح سويسرة نادس يونه ما عادش فترة كبيرة نادر السيد الوحيد اللي كملش الاحتراف بشكل كبير ولو دفتك النادر السيد كمان راح ببروج وكان بيعدك كتير يعني هو راح كان فيه حارس مورما كبير حارس مورما كويس قوي كان كبير في السن ولعب فترة كبيرة وبعدين نادر شارك لما الحارس اجاله اصابة ولما رجع الحارس تاني رجع نادر راح اكراتيتوس في اليونان لعب فترة في اكراتيتوس ولعب في بروج فإن كان اللي احتراب بشكل نسبة معقول شوية نادر وكان وقت بقول لك أحسن حارس في أفريقيا يعني نادر كان يصاب الحاضر خادها أكتر أحسن حارس في أفريقيا ثلاث سنين يعني ثلاث دورات وألفين وتمانية وألفين وعشرة ولما راح فين راح سيون فموضوع حراس المرما ده مركز مركز صعب جدا جدا وهناك برا الناس بعرفة يعني إيه مركز يعني مركز حارس فبيتم فيه صناعة من يعني شوف كده الحارس التاني بيقوم بيعدوه من بدري وعارفين إن الحارس قدامه مثلا أربع خمس سنين فيتم إعداد حارس تاني وهو صغير مواصفات جثمانية بقى أو مواصفات شخصية وفنية ويبدأ يشتغل فلما بياخد بيكمل هم عارفين كويس أول مواصفات فكل حاجة خلاص هو ما بيعدوه لن يبقى حارس مرما يبقى حارس أول بس لحنا مثلا لما عندنا حراس مرما متقلقين ومميزين بنتصور إن هم تب ليه ما يروحش يوفر يام مديد لا مش مش ما أدوه صعب ما أدوه صعب الريتم اللي بص تعال تفرج هنا مثلا لما عندنا ملعب كويس ملعب الأرضية بتاعته كويسة والأرضية دي بقى فاها بتترشي مية قبل قبل التسخين تفرج على الريتم التمريم بيقى عمل إزاي مختلف تماما مختلف تماما الكور نفسها بص أصلا أنت أهم حاجة أهم عنصر عشان تحصل تطور في اللعبة هو الملعب وأدواتك بقى الأدوات بتاعتك والمدرب بقى كمان ما هي منظومة محمد صلاح دلوقت محمد صلاح شوق بيبقى عامل إزاي لما بيجيا يعني بيجيا العب عندنا هنا ولما بيروح برا تشوف الرتم عامل إزاي هو هو الريتم برا مش من لعب واحد من أول الحرس مربع لحد محمد صلاح قدام الرتم كله مختلف إحنا عندنا الرتم لأ مختلف تماما بحيس أنت بتلعب يعني ما تجي تفرج على المغربي في أوروبا المغربي عندنا حيس أن المغربي عندنا سلو موشن يعني إيه المغربي يعني تحسين انت المرابطة